الدورة الشهرية الدورة الشهرية بتحصل نتيجة لتفاعلات مختلفة بين الهرمونات عند البنت وعند ولادتها بتمتلك مبيضين بيحتوي كل منهما على عدد كبير جدا وخامل من البويضات الغير ناشطة وعند البلوغ في سن بين العشر والخمستاشر سنة بتبدأ الغدة النخامية بإفراز هرمون زي الـ FSH والـ LH وبتصل هذه الهرمونات إلى المبيض عن طريق الدم وتحفز المبيض لإفراز هرمون الإستروجين والبروجسترون فبيحدث نتيجة لذلك ندوج البويضات داخل المبيض وداخل كل بويضة مجموعة من الأجزاء منها غلاف البويضة والجسم الأصفر بيحدث ندوج البويضة واحدة كل 28 يوم أما باقي البويضات فتظل خاملة بعد ندوج البويضة بتنفجر وتخرج من المبيض وتقوم الأهداف بمسك البويضة كي يتم توصيلها داخل قناة فلوغ وفي رحلة البويضة بتحدث مجموعة من التغيرات أثناء رحلتها منها الجسم الأصفر حيث يمثل المساعد للبويضة حيث يفرز هرمون البروجسترون وهو يحفز الرحم لاستقبال البويضة وفي حالة حدوث حمل بيكون له دور في وقف هرمونات التبويض ووقف البريض لذا لا يعتبر أو لا يوجد للحامل دورة ثم يبدأ المهبل وعنق الرحم بتخفيف لزوجة السوائل الموجودة فيهم حتى يساعدوا الحيوانات المنوية للوصول إلى البويضة فإذا لم يحدث تلقيح لهذه البويضة خلال 12-14 ساعة بتبدأ هرمونات الجسم أن هي تعود إلى طبيعتها وبيحدث دمور للجسم الأصفر وتبدأ البويضة وبطانة الرحم تتساقط ويؤدي ذلك إلى نزيف الدورة الشهرية اشتركوا في القناة